اهلا بكم بلغت نسبة التزام الدول الأعضاء باتفاق تخفيض الانتاج من داخل وخارج منظمة أوبك أعلى مستويات لها على الإطلاق في نوفمبر الماضي عند 121% فكيف تبدو الأرضية التي تقف عليها أسواق النفط على أبواب العام 2018؟ أسواق النفط العالمية ستسجل فائضا خلال النصف الأول من عام 2018 نتيجة ارتفاع الانتاج الأمريكي هذا ما توقعته وكالة الطاقة الدولية والتي أضافت أن هذا الفائض سينخفض تدريجيا مع حلول نهاية العام المقبل الفائض الذي من المتوقع أن يبلغ 200 ألف برميل يوميا خلال الأشهر الستة الأولى من العام القادم يأتي على الرغم من تجديد منظمة أوبك في نوفمبر الماضي اتفاقها مع المنتجين الكبار حول تمديد تخفيض الانتاج إلى نهاية عام 2018 علما أن حجم هذا التخفيض وصل إلى 1.800.000 برميل يوميا من النفط الخام ورأت وكالة الطاقة الدولية أن ارتفاع الأسعار منذ الصيف الماضي سمح لمنتجين نفط الصخري بتسجيل عودة قوية إلى الأسواق وإعادة تشغيل عملياتهم فإنتاج الذهب الأسواد من خارج منظمة أوبك والذي يشمل إنتاج النفط الصخري سيرتفع بحسب الوكالة بمليون وستمائة ألف برميل يوميا في عام 2018 وذلك مقارنة مع ارتفاع من المتوقع أن يكون قد بلغ ستمائة ألف برميل يوميا في عام 2017 في المقابل توقعت منظمة أوبك أن يعود التوازن إلى أسواق النفط بحلول نهاية العام القادم ومنذ الصيف الماضي تمكنت أسعار خام برينت من الارتفاع من نحو 45 دولارا للبرميل إلى أكثر من 60 دولار للبرميل نمو الأسعار دفع ببنك جولدمان ساكس إلى رفع توقعاته لسعر خامي تكساس وبرينت لعام 2018 معتبرا أن التزام أعضاء أوبك والمنتجين الكبار وعلى رأسهم روسيا باتفاق تخفيض الانتاج من شأنه أن يضغط على المعروض وعلى الرغم من رفع توقعاته للأسعار اعتبر جولدمان ساكس أن النظرة طويلة الأجل لأسواق النفط تبقى مليئة بالمخاطر لا سيما في ظل استعادة الانتاج الأمريكي لانتعاشه الذي يترافقه مع تطور تكنولوجي سريع يعيشه قطاع الطاقة وللمزيد ينضم إلي من جداء المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سالم الصبان دكتور أهلا وسهلا بك مجددا في البرنامج لنبدأ بتوقعاتكم لسعر برميل النفط ب2018 بالحدين الأقصى والأدنى إن لم تكن هناك مشاكل جوهرية في موضوع الإمدادات بسم الله الرحمن الرحيم كل عام أنتم بخير عام جديد إن شاء الله خير وبركة على جميع الأسعار مدى السعر للعام القادم قد يتراوح بين 55 و 57 دولار للبرميل بطبيعة الحال هذا يرتبط بالأساسيات ولا يأخذ في الاعتبار العوامل الجيوسياسية التي عادة ما تؤثر في الأسعار وعلى سبيل المثال في شهر ديسمبر هناك انقطاع في الإمدادات خط الفورتيز بحر الشمال وهذا أدى إلى انقطاع ما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا من بترول بحر الشمال وأيضا هناك اضطرابات في فنزويلا لا نعرف كيف ستسير العام القادم وبالتالي فنزويلا نحفض انتاجها الآن إلى أكثر من 300 ألف برميل يوميا ووضعها صعب جدا كشركة منتجة للنفط دكتور وكالة الطاقة الدولية تتحدث عن قفزة في انتاج النفط الصخري في 2018 هل الموضوع هو موضوع ارتفاع الأسعار أم موضوع تسارع التطور التكنولوجي؟ العاملان بيؤثران في حجم انتاج النفط الصخري التطورات التقنية بتعمل على مزيد من تخفيض تكلفة انتاج النفط الصخري وأيضا هناك بعض الحقول الحدية التي لم تكن لتستطع ان تنتج عند مستويات أقل من 60 دولار الآن نجدها أنها قادمة في عام 2018 هناك زيادة كبيرة متوقعة العام القادم في انتاج النفط الصخري تقديرات تتراوح بين مليون ومليون تسعمائة ألف برميل إضافية من النفط الصخري العام القادم وهذه كمية كبيرة جدا بكل المقاييس ولذلك نجد حتى وكالة الطاقة الدولية تتوقع بأن الفائض في المخزون سيتفاقم وليس العكس ولذلك لابد لدول أوبيك أن تتنبه لهذا الأمر دكتور أوبيك منتصف 2018 سيكون عليها أن تخرج العالم بسياسة جديدة بعد أن ينتهي زمن اتفاق خفض الإنتاج هل سيكون توجهها منعطف أساسي بتاريخ المنظمة وبحركة الأسواق؟ أنا أعتقد أنه لابد من التأني بالنسبة للأوبيك عملية الخروج سواء في يونيو العام القادم أو نهاية العام القادم قد لا تكون خطوة صحيحة بالنسبة للمنظمة والدول المتعاونة معها هناك الكثير من النفط الذي لا زال قابعا في أسواق النفط فما لم تتأكد دول الأوبيك ودول اتفاق الأوبيك أن السوق قد توازنت بنهاية العام فيجب عليها التفكير جديا في التمديد إلى ما بعد 2018 هناك بعض الدول المستعجلة التي على عجلة من أمرها تود أن ينتهي الاتفاق حتى في يونيو ومنها روسيا التي أعلنت مرارا أنها تفكر جديا في زيادة الإنتاج بحلول يونيو ولذلك الكثير يتوقع أن تكون هناك استراتيجية الخروج من هذا الاتفاق لأن الخروج من هذا الاتفاق دفع واحدة وبكميات ضخمة سيعيدنا كما كنا دكتور هل هذا يعني أن هناك أرضية وسط بين البقاء حيث نحن وبين الخروج كما يريد الروس؟ الأرضية الوسط أن يتم متابعة الأسواق إذا كانت الأسواق تحتاج إلى تمديد الاتفاق فليكن وإن كانت قد وصلت إلى التوازن وهذا ما لا أتوقعه في يونيو القادم فإذا وصلت إلى التوازن فلابد أن يكون الخروج منظم وليس عشوائيا بحيث أن يغرق المنتجون السوق في تلك الفترة دكتور سؤالي الأخير إذا أردت أن تضع عنوانين أساسيين لأسواق النفط والتحديات التي تواجهها في 2018 ماذا يكونان؟ العنوان الأول سوق النفط هل يتحقق التوازن؟ هذا العنوان الأول العنوان الثاني ما لم يكن هناك التزام جدي من قبل دول اتفاق الأوبك فالسوق لن تتوازن هذين العنوانين يعكسان يفترض أنهما يعكسان طبيعة السوق العام القادم العام القادم تحدياته صعبة جدا ولذلك لابد للأوبك أن لا تحاول تطبيق ما تم في عام 2017 في عام 2018 هناك الكثير من النفط قادمة من دول الأوبك ومن خارج الأوبك الآن الظروف السياسية تمنع ذلك الظروف أقصد بها العوامل الجيوسياسية وأيضا العوامل الفنية وهذه عوامل مؤقتة وزائلة قد لا تستمر معنا لفترة طويلة ولذلك لابد من التحسب لكل المعوامل في الفترة القادمة إذا ما أرادت الأوبك أن تستمر في التحكم النسبي لأسواق النفط من جداء المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سالم الصبان شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير